منتاجها يا سيدي متفردون بالحسن والإتقان والإبداع تصميمها رق وما بصماتها إلا مثالا يحتذه الساعي إلا مثالا يحتذه الساعي فازلنا نأجب إياكم في حديث أعمال كسيرة بالأجور العظيمة ولعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليوم تذكرنا بأهمية استغلال أوقات فكم وكم الإنسان من أعمال كسيرة كتب الله له فيها أجورا عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب ألا أربيوكم بخير أعمالكم وأسكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والوليق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسل الله فقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله نعم إن ذكر الله تعالى وخير ما يقتد من أحد يوم القيامة فدس الله عز وجل أن يجعلنا من من يستغلون أوقاتهم بذكر الله تعالى ولا يطيعونها بالنهض والبعن وصلى الله على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم الكثير وجزاكم الله